اللعب بيها النهاردة والتغيرات التكتكات الكثيرة لعن النهاردة هو في طريقتي اللعب دي بداية اللقاء دي نفس طريقة اللعب اللي الزمالك لعب بيها مباراة الجيش مع اختلاف بسيط شوية في ادوار فتوح في مباراة طلاق الجيش كان فتوح حوض اللعب اللي امام سلاسة دفاع اللي بيستلم منهم في منطقة قلب الملعب النهاردة كان بيميل اكد يعني ناحية الشمال اكتر فتوح احنا بنقول ان احنا يعني الزمالك شاف في الطريقة دي من ماشيستر سيتي ماشيستر سيتي اللعب الزايد في النص ما بيرجع بيرجع يدفع في القلب ده اللي حاول ليعملوا في موتيل اسماعيلي بحسام عبد مجيد حتى فتوح في لقاء الجيش كان بيرجع يبقى مدافع قلب لأ النهاردة فتوح كان بيدفع من ايه يا كريم بيدفع من ناحية الشمال عشان كده ده متوسط تمركزات الزمالك في الشطة الاول فتوح مال شوية ناحية الشمال لانه والكورة مع الزمالك كان بيميل شوية لقلب الملعب ويبقى تفندر تاني والعب يزيد ولكن والكورة ماشي مع الزمالك كان بفتوح بيرجع يدافع من ناحية الشمال هي دي اللي مخليها تمركزاته تعال انجيب تمركزات فتوح في خريطة حراري في الشطة الاول دي خريطة حرارية الفتوح في حعات كتير دخلت في بعض فده شوط الاول الناس يركز في الشطة الفتوح جي معنا في كذا مشا شوط الاول لعب كتير ناحية الشمال وده ده واجده في نص الملعب ومناطق مختلف عشان كان بيتحرك في وسط الملعب تعال نشوف بلقطة ما حتبين لنا اول لقطة معانا حتبين فتوح كان بيدافع ازاي فتوح كان بيدافع هنا بصة كريم الكرة هي مع الاتحاد فتوح بيفضل يتراجع هنا ده فتوح اللي على ايده شرط الكابتن اللي لحيتنا هنا فتوح راجع اهو ديفندر تاني راجع يلعب فين في القلب تحيز ان فتوح شو بقى الوقت اللي بياخده عشان يرحل عشان يبقى باك شمال جي مكانه هنا عشان يدافع كزهير ايسر وقف بقى معلش وقف معلش اللحظة دي يا كريم في مباريات معينة فكرة ان انت اللعيب عشان يرحل من قلب البلعب لطرف البلعب اما بتواجه خصم بقى حيبقى عنده السرعة والعيبة اللي ادوار مركبة هي كمان يعني انت قلت الاهلي خلينا نقول النصر في البنطول العربية الناس اللي عندها اجنحة وحاجات زي كده ممكن ما بقاش متاح الوقت اللي اللعيف ياخد بقى الفترة بتاعت ان يرحل من قلب الملعب للحاجة وتظهر الفراغات اللي اي فريق بيهاجم هيحبه وهي دي النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها التخوفات هل فيه الوقت اللي هنت هتبقى بتخوف وبتنقل الملعب وحاجات زي كده طيب دي اول اللقطات اللي بتبين الزمالك كان بيستخدم فتوح ازاي دفندر وما بيجي يرحل بيجي يدافع من ناحية الشمال نجي بقى للقطة تانية بعدما الزمالك اتقدم عشان نقول ان الزمالك كان بيلعب طريقتين دي كانت في الدقيقة 59 وهنا الزمالك كان بيدافع باربعة واقف بقى عد بقى كده الزمالك اربعة اتنين اربعة هنا طريقة لعب الزمالك كانت اربعة ودي كانت هاجمة بعدها للاتحاد اللي يعني احنا بس بنشرح ان بعد الدقيقة 59 الزمالك هاجم باربعة هات بقى خريطة حرارة تانية الفتوح اللي هو في لحظة ما دي كانت في الدقيقة ده لا اللي قابليها معلش اللي قابليها معلش في لحظة ما فتوح ما بين هدف الزمالك التاني وهدف لا واحدة في النص بقى اللي هي ايه اللي هي رقم لو مش معنا نقول ان فتوح في اللحظة ما بعد تسجيل اي وهي دي ده يا كريم ما بعد تسجيل الزمالك هدفه التاني فتوح لعب كظاهير ايصر ودي اللحظة اللي المسلوس اللعب فيها في خط النص اللحظة اللي زمالك عمل فيها التغييرات واللعب فيها المسلوسي في خط الوسط وفتوح رجع كظاهير ايصر في اللحظات اللي زي دي حتى فتوح بعد جون الزمالك ما استقبل الزمالك هدف من الاتحاد كان غضان ان هو زمالك شاف ان ده كانت جاية ان المسلوسي في خط الوسط ما كانش قادر يملى المكان ده وحتى جي بعديها لعب الخريطة بقى اللي هي التالتة اللي من داول ديها 68 لتسعين اللي هي نهى بها الموتش رجع فتوح يلعب دفندر وتلاقي هنا خارطة الحرارية فالزمالك لعب تلاتة في بداية المباراة باستخدام فتوح كوسط ملعب ورجع استخدمه وهو بيدافع من ناحية الزهير الايصر وبعد كده رجع لعب زهير ايصر كامل ملعب اربعة لمنزل الزناري وعبدالغاني ورجعناها الموتش فتوح في وسط الملعب مين بقى اللعيب اللي انت تقدر تقوله في اللحظة ما انت تفندر في اللحظة ما انت مساك الموضوع ده كريم بيبقى مرهخ للعيبة شوية وزي ما قلت هو ده الجماهير ومتابعين الزمالك ممكن يكون شغلهم بشكل كبير تعال نشوف بقى ابرز ما ميز الزمالك نرجع تادي الاول صورة معنا اللي هي الطريقة الرقمية اللي الزمالك لعب بيها اول صورة بدأنا بيها خالص اللي هيكت فيها تلاتة وراء ايه الميزة اللي كانت عند الزمالك النهارده كريم ومشاهدين ياخدوا بالهم منها في الموشبارات اللي قبل فاتت اللي ما كانش محتمد فيها على سيد عبدالله كان اللي بيشغل مركز الانسايد اليمين كان نضاي وبيخش للقلب لا الزمالك فتح النهارده الملعب بشالب على اخص الشمال بس الشالب ما كانش كويس زي ماتش الجيش وسيد عبدالله في اخص اليمين سيد عبدالله في اخص اليمين رجع تاني الجابهة اليمين للزمالك اللي كان متوجد فيها زيزو كان بتحرك فيها زيزو كتير وسيد عبدالله لجابهة عمل شغالة جدا الزمالك عمل منها اغلب خطورته بالمناسبة انا بقى لي كتير قوي ما شفت السيد نمار بالمستوى اللي قدمه النهارده عشان النهارده لعب على العدلة اللي هي الكابلة وكان قريب منه زيزو سيد ابع في نهاية الموسم اللي فات كوينج باك ناحية اليمين دي هو مراوغ جايد جدا وما بياجي زيزو بيساعده بيقلل عنده المشاكل ما بعد المراوغة الاولى زيزو لعيب يقدر سبرينتر يقدر ياخد منه المساحات دي فالنهارده كان بلعب في الحتة دي سيد البوسم ده اتجرب كفول باكيمين ظهير ايمن كامل سيد عنده مشاكل دفاعات كبيرة كبيرة جدا الرجل دفاعات ما بيقاش قادر يكمل اتجرب كناحية الشمال كإنسايد ليفت سيد مش من العب اللي بتجيد او انها تقطم لجوا يمكن مستثناء جون المصري مالوش لقطات طول الموسم فيها بيقدر يخش الجوه كتير فسيد توظيفه المثالي الجناح الايمن في الطريقة دي فهو وجد النهارده ده اللي تتعلن ونشوف مع المشاهدين سيد وزيزو عمل قيمة الجابهة اليمين وقال اللي كان يرقص الزمالك عشان الجابهة اليمين دي تبروز احنا لو ناخد بالنا تمركز نضاي جنب جنب سيف كان محتاجة تبروز بشكل اكبر دي هنا زي ما قول هنرجع بص ده فتوح بيدافع من ده كريم من الجابهة احنا جايبين اللقطة بداية عشان نجيب فتوح هو بيدافع كظاهير ايصر بيدافعش من القلب دي بداية الهجمة هتروح الجابهة اليمين بقى بص زيزو بيروح تاني على ايه صديقه الصدوق بتاع نهاية الموسم اللي فات سيد عبدالله التبادل دايما الجيد جدا بين زيزو وبين سيد عبدالله كان بخلي الجابهة تشتغل بشكل كبير وقف بس هنا معلش دي بقى اللقطة اللي كان ينقص ما اتعملش في لحظات كتير اتعمل في اللحظة دي بشكل مناسب ان نضاي ياخد القريب عشان سيف ياخد القيم البعيد في مساحة افضل ناخد بالنا ان في اللقطة دي اتعمل بشكل جيد نضاي رايق على القريب سيف هيستلم على البعيد بشكل فاضي فحتروح له حيلعبها بشكل ممكن سيف كان يقدر يحطها بشكل افضل بس المسافة خلقت والمساحة خلقت لسيف عشان نضاي يتحرك بشكل جيد كم من الهجمة سيف سددها للأسف خارج المرمة للأسف بالنسبة لسيف بس ده ما ظهرش كتير بسبب ان نضاي كتير وسيف كنت تحس بيجروا وراء بعض ها دي اللي كانت تنقص الزمالك عشان يزود الفعلية الكبيرة اللي كانت عنده بين الجبهة اليمين نجحها في الاختراقات بص هنا فالتوح بيتحرك ازاي ناحية الشمال دايما بمساند دايما سيف دايما سيد فتح البلعب بشكل كبير بيقدر يخلق خطورة دايما التحرك على القريب هو اللي كان بنقص الزمالك هنا خطورة بتظهر لما سيف تحرك على القريب لازم طالما اتنين واحد ياخد القريب عشان تبقى فيه خطورة هنا اللقطة دي ممكن نكملها بقى عشان احنا بنتكلم دايما بداية الهجمات بيضقطع الزمالك دايما بيقول دايما فالتوح بيدافع من المنطقة دي يرجع كظاهير ايصر وهجمات الزمالك بص برضو القدرة على التحكم في الكرة حاجات صغيرة دايما فاتوحي فالتوحي عجبك لو مزاجه رايق خد بالك هو واضح ان الفاتوحي ما كانش مزاجه رايق ودي تفرق بص يا كريم على طول طالما انت عملت مراوغة في اتنين تخلاص من الضغط المساحة على طول تتوجد ناحية اليمين يمكن لو الهجمة دي كاملت كنا شفنا اللي احنا بنتكلم فيه دايما ان سيد كان نقصه حتة التحرك ما بين السيف ونضاي كان يبقى بينهم تفاهم اكبر عشان يتبادلوا المراكز فتظهر الخطور كمل هنا زيزو بيتح لسيف لو ينفع نرجع خلاص يا ما كملتش بس لو ينفع نرجع بالكلة اللي فاتت دي يا جماعة عشان عايز اقول حاجة لخليفة لو بيجدنا نرجع بيها تانش هاي بس بس بقى هاي هيرجع لنا بيها دي بقى هيرجع لنا بيها طيب انا منلاحظ انه برضو الطريقة اللي بيلعب بيها اثور دي من جانب جمالي الزمالك الان منها انه لما تلعب مع فريق عنده سرعات واوة بس حسيته انه بيعمل غربلة في الفرقة اللي قدامه يعني الاتحاد انا حاسس وانا بفرج على اللقطات دلوقتي معك وانا بفرج على المباراة لا فيه خلاص انا مش عارف مين فين انا شايف فيه ثلاثة اربعة جوم فجأة انا حيت اليمين وبيتحركوا بسرعة جدا طبعا احنا لقولنا ايه 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 زمالك شافف او اسوري شافف الطريقة بتاعت بيب صح لو دايما فيه لعب زيادة دايما ليه بقى انت شلت مدافع كامل انت بتلعب قلب بدفع واحد فشايل مدافع ومزود للعيد العب ده في جونة اللعب بيكون فتوح اللي بيستلم من المدافعين في اللحظة الهجومية الزمالك طبيعي معظم الفرق المفرق بتاجن بتلاتة اللي هو الفرود وتحته اتنين وساعات بتيجي مصنم بخط النص لأ الزمالك عنده تحت الفرود اربعة لعب زيزو وانضاي سيد عبدالله وفتوح فيه زيادة دايما نكمل الحالة دي اللي هو هنا سيد عبدالله ولمزاد فجأة نكمل كميلها ماشي فجأة تلاتة اربعة لعيبة في حتة واحدة بيعملوا خلل اللي جابها كلها ممكن الهجمة دي ما كانتش معانا بقى للاخر انا كنا عايزين نتكلم ان هنا سيف وانضاي ما تحركوش بالتبادل اللي يخلق المساحة الحد فيه نكمل اللي بعدها ده برضو دايما سيد فتح الملعب اخصى اليمين الملعب النهاردة في الزمالك كان شغال بالجابهتين يمكن دي ما يعني نكمل هنا هو احنا كنا طلبنا ممكن في الشوط التاني اللي عمل لنا جاب لنا اللقصات دي من اخر الشوط الاولاني هي دي اللغباطة بقى هي دي بس اللغباطة يا دي عمش اللغباطات دي المعبرة قوي بس احنا كنا طلبنا في نهاية الشوط التاني في بداية الشوط التاني بس يمكن عشان الموتش يمتد لدية 48 نيجي كده بقى للشوط التاني دي بنت في هجمة الجون التبادل بين سيد عبد الله وزيزو اللي صنع منه الجون الجابهة اليمين الشغالة الفعالة بشكل كبير جدا اللي هي صنعت خطورة كبيرة لنادي الزمالك هو النهاردة زمالك كان فتح الملعب بجابهة اليومنا بشكل كبير يمكن لو مصفى شغالبي فايق زي يوم الجيش لما خاد منوف زماج كان فرق الزمالك جامد لأنه جبش مالكة المراضي أضعف شوية لأنه مصفى شغالبي كان أوتوفور منه هاي